الشعراء ذكرهم الله عز وجل وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سمى صورة بكاملها الشعراء فقال سبحانه وتعالى ألا ترى أنه في كل وادي يهيمون وأنه يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وكانوا يتقون فطوبة لكل شعر إذا قال ما يفعل والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسن المثابت رضي الله عنه وأرضاه أهجهم وروح القدس معه استغرب الصحابة قالوا يا رسول الله تأثروا بشعر الكفار قالوا والله لا شعر حسن المثابت أشد على الكفار من الريمح ومن السور والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ 11 شاعرا يدودون عن الدعوة يعني كما اتخذ فرسان اتخذ شعر فالكلمة طيبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقاء هذه الجلسة إن شاء الله نحتسبها صدقات من الشعراء على أعمارهم وعلى أولادهم إن شاء الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد يا ربك ما جمعتها مع هذه الوجوه الطيبة مع أصحاب الكلمة الطيبة اللهم صلى وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين اللهم اجعل كل من تفوها بهذه الكلمة الطيبة اجعلها صدقات له في ميزان حسنات يوم القيامة بارك له بها في عمره واجعل خطواته وصفره في سبيلك متقبلا يا رب العالمين وجميع من حضاره مشارك الله إن شاء الله يجلزكم خير الجزاء اللهم يا أرحم الراحمين كما جمعت بيننا في هذا المجلس الطيب فاجمع بيننا في مجلس خير منه وفي مكان خير منه بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجمع سبحانه ربك رب العزة عما يصيفون والسلام على المرسالين